أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند عندي خبرين مهمين جدا في فقرة ترند الترند ثم تعليق على الأحداث الجارية بعد مباراة الأمس ما بين الأهل وبال مراس في كأس العالم للأندي الخبر الأول وهو اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي فريق النادي الأهلي اليوم صباحا في مقر الإقامة عقب مباراة الأمس كابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا زهر اليوم الأربعاء مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور الكابتن حسام غالي عضو المجلس والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة قال الكابتن سيد عبد الحفيز أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفزهم والتأكيد على دعمه لكل عناصر الفريق وأفراد الفريق واللاعبين قبل المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم في كأس العالم للأندي وأشار الكابتن سيد مدير الكورة في هذا الأمر أن الكابتن محمود الخطيب في اجتماع مع اللاعبين اتكلم في ضرورة غلق صفحة مباراة بالمراس بإيجابيتها بسلبيتها بكل تفاصيلها والتركيز على مباراة السبت القادم وأضاف الكابتن سيد أن الكابتن الخطيب قال للعيبة أنا مؤمن جدا بقدراتكم وبإمكانياتكم ولازم في نفس الوقت كمان أنتم يكون عندكم إيمان بأنفسكم وبقدراتكم وإمكانياتكم في تقديم أفضل ما لديكم في هذه البطولة وقال كمان أن الأهل دايما بيمتلك شخصية البطل وعليه دايما أن يسعى لإثبات قدراته وإمكانياته في مثل هذه الأحداث الكبيرة والمباراة القادمة ضمن المواقف الصعبة اللي بيواجهها الأهل في هذه البطولة الكابتن سيد كمان أوضح أن الكابتن الخطيب في هذا الاجتماع أكد على ضرورة وأهمية الفوز بالميدالية البرونزية في لقاء السبت القادم على الأقل لإسعاد جماهيري النادي الأهلي اللي وقف خلف الفريق في كل لحظة من لحظات هذه البطولة وبتسعى بقدر الإمكان لحضور كل المباراة رغم كل الصعوبات اللي ممكن تواجهها الجماهير في مباراة كأس العالم للأندية ورغم أيضا كل الصعوبات اللي بيواجهها الأهلي خلال هذه البطولة سواء في الاستعداد أو في المشاركة في ظل غياب الدوليين وفي ظل كل الأمور الإدارية اللي كلكم عارفينها بسبب التخبط اللي ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي في الفترة السابقة داخل اجتماع مهم جدا إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه إيجابيات من هذا الاجتماع ويثمر عن دوافع جديدة لللاعبين بإذن الله في لقاء السبت القادم طيب دا خبر مهم